مرحبا بكم الاقترانات كثيرات الحدود والاقتران المقلوب ريس بروكال فانكشن طبعا هو من ابسط الاقترانات النسبية الاقتران Fx يساوي 1 على ال x الذي يسمى ايضا اقتران مقلوب ريس بروكال فانكشن ومنه تتولد اقترانات نسبية كثيرة يمكن تمثيل هذا الاقتران بيانيا في الفترة السالب اربعة الى اربعة موجب مثلا بانشاء جدوى القيام مع استثناء الصفر لانه ليس من مجاله اخذت قيم صغيرة للمتغير x وكاملة طبعا x قريبة من الصفر لتمثيل اقتران بدقة والقيم الصحيحة واحدة تمثل الصورة كاملة انما تكون الصورة مجتزأة ناقصة كما نرى Fx 1 على x سالب اربعة واحد سالب واحد على اربعة سالب اثنان سالب واحد على اثنان سالب واحد سالب واحد سالب سفر فاصل ثمانية سالب واحد فاصل خمس وعشرين سالب سفر فاصل خمسة سالب اثنان 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 سالب ا النقاط القيم الصغيرة المتغيرة هنا نعين النقاط fx في المستوى الإحداثي وأصل بين النقاط يمين x0 بمنحنة نمثل النقاط التالية على وأصل بين النقاط يسار x0 بمنحنة آخر لأن الاقتران غير معروف عند x يساوي 0 فينتج الشكل كما النقاط التي تزمناها على الإحداث البياني وقمنا بتمثيلها ووصلنا بينها على اليمين وعلى اليسار الصفر نلاحظ هنا من هذا الشكل خصائص الاقتران المقلوب كلما الخاصية الأولى التي مبينة من الشكل كلما اقتربت x من الصفر اقترب المنحنة من المحور الواي ولذلك يكون المحور وي الذي معادلته x يساوي صفر خط تقارب رأسي و للمنحنة ايضا الخاصية الثانية كلما زادت قيمة الـ اقتراب المنحنة اكثر واكثر من المحور لذلك يكون المحور الذي معادلته y تساوي صفر خط تقارب افقي لهذا المنحنة كما نرى ايضا خاصية اخرى منحنة اقتران المقلوب في الـ x يساوي واحد على الـ x لا يقطع المحورين ابدا ولكنه يقترب كثيرا منهما ايضا خاصية اخرى للمنحنة محور تماثل هما المستقيمان الـ y يساوي x والـ y يساوي سالب الـ x يلاحظ ايضا من الرسم انه مدى الاقتران f الـ x يساوي واحد على الـ x هو مجموعة الاعداد الحقيقية باستثناء الصفر وباستعمال رمز المجموعات يكتب مداه كما نرى مجموعة الـ y لا تساوي صفر اذا هنا ايضا قلنا من خلال الرسم تبين خصائص الاقتران المقلوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة